معكم زكريا نظيف اليوم سوف نعرف الموضوع الموضوع السجور أو ما يسمى الإقامة لأسباب خاصة سوف نشرح لكم كيف يمكنكم تقدموا طلبكم لهذا النوع من الموضوع و ما هو الحمواج الذي يجعلون حضوركم التطلب الفيديو سوف يكون مهم جدا لا تزعبوا حتى تمية منه بقوا معي قبل أن نبدأ لا تنسوا اضعوا لايك و تكتبوا لي دائما المدينة منينتوما أو الذي يريد أن يعرف بالنفس الاسم هو المدينة فهذا يعجبني كثيرا كيف يتفرجون فيها من قاعد المدن سواء في المغرب أو خارج المغرب في دول واحدة أخرى فهذا يعجبني كثيرا كي نزيد لكم فيديو هل سوف ندخلوا في الموضوع المغرب 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 فهذا البرميس يجعلك ترجع حسن البلد و ترجع الى ايطاليا بدون اي مشاكل فلما تعطي هذا البرميس بسجرنه؟ و لماذا تعطي؟ فهذا البرميس بسجرنه يجعل الناس في الحياة فهذا البرميس يجعل البرميس بسجرنه في ايطاليا ليس في البرميس بسجرنه ولكن في البرميس بسجرنه كوستورا كتبت لهم بان حياته مستقرة في ايطاليا فكيف يمكنك تعطيهم حياتك مستقرة في ايطاليا و تتعطيهم بسجرنه فعلا سأشرح لكم مثلا في الدروس ديالك كتبت لهم شهادة بانك مشيت قريتي اللغة الايطالية شهادة بانك قيد مستقرة مستقرة كتبت لهم بشياركو الماكلة على المساكين أو لكم سأجد من حارضة معهم أو لكم سأجد تأكل لهم سأجدك ورقة بانك انت تتوقف لهم يعني يجعلهم بخواف انك خدمت لك خدمتي في ايطاليا سواء كان عندك برميس قديم و لك أو انت تطالب اللوجو بشي طريق اخرى أو انت تتخدم بشي طريق اخرى أو انت تتخدم بشي طريق ورقة كتبت انك خدام أو لك باطر و قديم خدمك النير وهذه ما يجعل لك يكتب لك بأنك كنت تجدك تخدم عنده مثلا وحتى الوعد بالعامل هو مهم إذا كان عندك وعد بالعامل يكتب لك شي باطرون يعني واحد للالتخ بأنه هو يواعد أنه يخدمك إلى خديثة الوراق وحاجة أخرى هي مهمة جدا إلى عندك العائلة في إيطاليا مثلا عندك الأب والأم والإخوة في إيطاليا ودخلت إلى إيطاليا فحتى هذه تلعب دور كبير إذا كانت مدة طويلة وعندك أوراق كتبت أنك في إيطاليا 10 سنين أو 9 سنين وباقي ما سهل لله حاجة الوحيدة هي أنه يجب أن يكون الدوسي ديالك النقي إذا كانت قديم في إيطاليا ويجب أن تدفع هذا البرميس يجب أن يكون الدوسي ديالك النقي أو أنك سوابق العدلية فتع لهم الوقت ويتمسحوا أو عندك الدوسي يعني خاوية في التشي مرتب فهذا النوع يمكنك تقدموه عن طريق المحامي كتمشي عند المحامي وكل المحامي المتبع معك الدوسي ديالك اللي مشيت عنده اللول من الله إذا كانت لإيطاليا فكيكون عنده الاوراق ديال كاملين ومسائيل كاملين يعني شكل الناس اللي يمكن لهم انهم يعني يقدموا هالطالب هذا فليما عنده تشي طريقة ما عندك تشي طريقة اخرى باش انك تاخذ الاوراق ديال ايطاليا يعني قلبتي حتى عيتي مرقيتاش فيمكن لك تقدم هالطالب هذا فبنك تشرح القوانين ديال هذا البرميسو هذا كبالك انه سهل ولكن رميشي سهل جلد الدراجة لان باش تاخذ هذا البرميسو اول حاجة كي يخص وقت كبير يعني ما بين الوقت اللي كتمشي تتفع في الكوستورة و باش يجوبك لان شكونك يعطي الحكم انك انت غت تاخذ هذا البرميسو او لا فهو الكوستور ديال دائرة اللي كتمشي تتفع فيها وهذا الرئيس ديال الدائرة يطلب من يعني من المجلس الاقليمي يفوطي يعني تكون مجلس الاقليمي يوريهم الورق ديال السيد هذا الدوسي ديالله ها هو وقارة طاليانية ها هو عنده صحاب ديالله كاتبين لها ورقة بانهم صحابوه ورادرويش تخلصوا قراسوك يخدم كده اه ورقة بانه عنده وعث بالعامل اه يعني بززاف الحويج مثلا كتم من خارط في شي جمعية كعطيك من خارط في شي جمعية كعطيك تلك الأوراق قاعدة تتوصي كامل فهما كيحطوه في الطابلاء وذلك المجلس الاقليمي كامل كيفوطي وش هتسيده وانه قاعدة تتوصي كامل كامل فهما كيفوطي وانه يقولوا هاتسيد هادس يستحق انه يخدم اواراق صافي فكي ياخذوك تقع او تاني القرار ديالكويستورته هو يوافق يعني الواحد اللي بغي يدفع يعني يخصوه ياخد معلومات على ذلك الكويستور وش هوا يعني وش هوا يعني عزيز عليه المهاجرين او للا باش منين تدفع فذلك الكويستورة يكون لديك حد كبير أن هذا الشيء يوافق لك على المدينة فإنه يوافق المجلس ويوافق الكوستور يمكنك عامين يمكنك تعمل بها في إيطاليا يمكنك تعمل بها في البلادك ومن بعد عامين يمكنك تعمل بها لكي يكون لديك الوراق العاديين يعني كل عام يخرجون الخدمة وكل عام يخرجون البند لكي تعمل بها لكي تعمل ب البلادك وكي تعمل بها لكي تعمل بها وفي الوقاية العام يدفع لك في ما يسمى الكنفرسيوني يدفع لك في الكنفرسيوني فإنك تصنع الجواب وتخرج لكي يدع داخل المجلس ويبدأ لكي تبدل الكنفرسيوني من داخل المجلس المهم 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 من أجهز نظر كما خارج المزيدة لا يوجد مفذل وإن تصبح أمر أبرك يتجه هذه الأمر الأمر من الفن الوصول يخبر الوصول ومن المهم المزيدين لتحاولها ولكن منها يتجه الجد هذا المجال لديك حد كبير لأنك تأخذه أو لا فالنسبة لقبول هذا المجال فيها تقريبا 30% وأنا أقول لكم الذي يريد أن يدفع هذا المجال يمشي لكوستورة التي تعرف أن الشافة الكوستورة تعاطف مع الأجانب إذا كان الشافة الكوستورة هو أصلا راسيس و هو في المجلس الإقليمي و هو فيدو الشغل يعني يعرف أن هذه الجهة التي تدفعها و لا يمكن أن يدفعها و لا يمكن أن يدفعها و هو المحامي هو كوف فهذا سوف يسافتك الواحد الكوستورة التي تدفعها نتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم لا تنسوا لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا